يعني الآن هي العلة بأن تجمع الملفات وبالأمر الديواني حتى تحل هذه المشاكل أنا راح أعطيك مثل أن تشاهد حي عليا أنتم الآن بأمر ديواني لديكم تسع لجان مختلفة لمناقشة القضايا مع الكويت شنو اللي سويت هاي اللجان؟ لجان شكلت وتسع لجان وأكو أمر ديواني وإلى الآن لا بجانب الملاحة حلينا القضية ولا بجانب الحدود ولا ميناء أمبارك ولا ميناء الفاو سويتوا بهاي التسع لجان أحسنت أحسنت أبشرك خير إن شاء الله الموجودين من اللي قعدوا بهذا الاجتماع يمكن الاجتماع الثاني صار خرجوا خرجوا حقيقة ببعض المخرجات الطيبة نتائج طيبة اشتبعتم مع الكويت؟ نعم مثل الكويت نعم هو هذا اللي أمر ديواني عندك تحجي عنه جنابك هناك بي محاور سواء الربط السككي سواء ميناء مبارك ميناء الفاو التأثير البيئي أيضا بناء المنفذين بناء منفذ صفوان ولو أنا حط علي كروس وأبقى معترض إما نبني عراقي لو أبخيهم لو ما نبقي خلي جانب الأمني يظهر وخلي يزعلون علينا وكذلك الملاحة أو التعاون أو خلي نقول بروتوكول الأمني هذا من كلهم قضايا جوهرية أيضا التعرفة العبور ما بين البلدين الفيزا لحد هس من إشكالات الموجودة بياناتهم يعني أبشرك بهذا الموضوع أكوفت نتائج إيجابية طيبة النتائج الإيجابية الطيبة مين جدي؟ من تقعد وكلا وزارة ويقعدون المعنيين بهذه المحاور من كل وزارة ويقعدون المستشارين من يقدمون راح يقدمون شيء علني وراح القوة التي تكتسبها هذه اللجنة أو هذه لجنة الأمر الديواني تكتسبها من تعاون بقية الأطراف الوزارية لذلك هذا الموضوع يجب أن ينعكس على إيران حتى نشوف مياهنا وين قبل أن ننتقل إيران يعني النتائج الطيبة شلو النتائج الطيبة؟ أنا أريد شيء يقنعني كمواطن أتقول لي يا أبا ترى بقضية الحدود هذا اللي صار بقضية التعريفة هذا اللي صار بقضية مبارك هذا اللي صار حتى تدري إحنا التلدغ الحياة بيدا يخاف منجرة الحبل إحنا نريد شيء تقنعونه بيه أحسن العمل الأولي هسه هو جمع الحقائق وبلشنا أحسن كيها بلشت اللجنة يعني توصل إلى فدمخرجات مناسبة إيجابية يعني ما لدي أذكر أسماء ولا مناصب هناك ناس بدأوا يحسون بأن لكويت تتاكل من عدنة وماغذة من عدنة وهذا بالنسبة لهم أنا بالنسبة أعتبر حق شرعي لهم أو حق مسموح به إذا كانت سياستنا لينة إذا كنا إحنا ما نتعام بالمثل إذا كنا إحنا حاشاك يعني محترامي محترامي من بخانة السجلج أو هذا وهذا ما موجود ولكن أكو تأثير جهات داخلية وخارجية وعليه هذه اللجنة أعتقد الأمر الديواني سوف لن يحيد بلشت هاي اللجان تشتغل وراح تطلع هسه متبين لأن هسه بدأ جمع المعلومات جمع الحقائق مخرجات هشنو توصيات هشنو ذي جسع مفاوضك العراقي راح يروح بقوة وأقول لك ياها المفاوض بهذه اللجنة أنا أعرفهم شخصيا هما أقوى مفاوضي العراق لكن نحتاج إلى قرار دولة نحتاج إلى قرار السلطة التنفيذية وأن لا تدخل بقية السلطات يبقى قرار السلطة التنفيذية مع هذه اللجنة في الأمر الديواني تأخذ بتوصياتهم أعتقد الأمور بالجانب العراقي أما إذا ميعت أو ركنت على جانب أو طيناها فترة أطول لا أنا أقول لك ياها راح يكون حصيلتها حصيلة اتفاقية الجزائر اشتركوا في القناة